صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل معكم النهاردة فاطمة بعلي ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد بقدموا النهاردة هنقدم مع بعض شربة سيفوت سهلة جدا جدا اسهل طريقة تعملي بيها الشربة بمكونات سهلة وبسيطة واي مكونات تحب تحطيها فيها هنحطها هنعملها بالقرفس وهنعملها بطريقة جديدة جدا هنستغنى عن الكريمة وهتبقى موفرة جدا يلا نسمي الله ونشوف المأدير بتاعتنا بسم الله اول حاجة هنا معايا ربع كيلو من السمك الفلي اشر البياض وكمان ربع كيلو من الجنبري منزوع الاشر وكمان الكيس الرملي وكمان معايا ربع كيلو من الكليماري اللي يحب يضيف استكوزة يضيف قطع من اي انواع من السمك من الكابوريا المتاح عندك كده انا بقطع كله قطع صغيرة بالشكل ده ومعايا طبعا توم ويكوزبرة ويكمون وملح ولمون اول حاجة هضيف الحلة على النار وهضيف 3 معالق من الزيت وهضيف كل المكونات بتاعتي كل الحاجات دي فرش اللي يحب يستخدم الاكياس اللي موجودة في السوبر ماركت يستخدمها انا هنا هضيف كل المكونات مع دقة التوم اللي احنا بنحش بيها السمك اللي هي توم وملح وكمون ولمون وكوزبرة خضرة وكوزبرة جفة ده على جنب درس هنا هقلب كل المكونات يعني مش هكمل دي اقتين تلاتة وهضيف الجنبري انا طبعا شايلة القشر هقول لكم عملتي به القشر بتاع ايه وشايلة الكيس الراملي ضروري جدا اللي بيبقى في ظهر الجنبري انا مش هخليها تاخد وقت علشان كل الحاجات طازة علشان ما تتريش ممكن كمان تخلي السمك الفريه اخر مرحلة خالص دي القشر بتاع الجنبري حطيته على النار مع بصلايا وفصين توم وملح وكمون ولمون وخليتهم يغلوا بالشكل ده الدوني لون طحفة شربة اشور الجنبري بتخلي طعم الرز وطعم اي شربة صفوت حلوة جدا يعني اخده القشر واغلوه وهترموه كمان ممكن نجففه نعمل منه بودرة قشر جنبري بتبقى حلوة قوي للاسماك هاخد كده المقدار بتاعي وصفيه كويس جدا من القشر انا هسقي به هنا رز السمك وهسقي به كمان الشربة النهاردة الشربة بتاعتنا سهلة وبسيطة او يبصوا مفاش اي كلاكيع اسهل شربة واطعم شربة ممكن تشربها في حياتك انتبه ان الحاجات دي ما بتاخدش سوا هنا انا هاخد نص لتر من الحليب وهضيف عليه اربع معالي من النشا مش الدقيق وهقلب كده وهدوبهم كويس جدا طبعا اللبن بارد وهنزل بسرعة وقلب اللي حباها خفيفة يحبها اللي عايزها تقيلة يزود نشا انا حبتها خفيفة بالشكل ده بصوا ما اخدتش اي وقت كمان قبل ما تستوي دفتلها برضو دق التون بسيطة صغننة جدا مع عصير لامون بصوا طعمها تحفى ورحتها روعة لان شربة اشر الجنباري بتدي طعم حلوي جدا لاي شربة يعني ما تعملهاش بالحليب بس احنا هنا استبدلنا الكريمة بنص رتر حليب واربع معالي انشا هنوفر جدا وهناخد طعم زي الكريمة بالزبط حليب عادي جدا اللي هو كامل الدسم او اي حليب متاح عندك بس يدوبك تغلي والنشا تستوي قاط في النار على طول بصو اول ما تغلي كده انا هشيلها من عمار علشان مش عايزة المكونات بتاعتها تتهرم وهي بتغلي كده هبتدي ياضف لها شوية من الكرافص الفرش حوالي معلقتين تلاتة كده من الكرافص الفرش وهي بتغلي وعند التقديم برضو هزينها بالكرافص كمان اللي يحب يجيب شوية من الجنبري اللي بقشره برضو كمتشال الكيس الرمر من الظهر ومستوي كده تشويحها بسيطة بمعلقة توم وكمون وملح ولمون يحطوا كده فيها بيبقى طعم وطحفة طريقتها سهلة وبسيطة ومفيش اسهل من كده كل المكونات اللي تحبت دي فيها في طبق الشربة دي فيها يارب تكون الوصفة سهلة وبسيطة وعجبتكم واتبسطت ان كنت معيكم كنت معيكم فاطمة ابو علي واسبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته